اهلا طلابنا طلاب الدورة الالكترونية طبعا هاي المحاضرة ما صورناها على الصبورة لان هي اسئلة فصل فانحلها انا اياكم على الصبورة الالكترونية فقط طلاب هاي المحاضرة راح نحل بيها بالبداية هسي حلول فكر هاي واحد منه طلاب راسل نقلل استاذ شو كنت ما اخذ هاي حلول فقر قلت لي بابا شنو فقر فكر هاي كمام هاي مو فقر فكر زيان يقول صديقك ان المتسع الموضوعة اه المتسع عفو المشحونة تخزن شحنات مقدارها كذا وانت تقول ان المتسع المشحونة شحنتها الكلية تساوي صفور ومدرسك يقول ان كلاكما قوله صحيح واضح ذلك طبعا هذا يعني بعض اثنين منعدكم مجهوني قالوا الاستاذ واعش يقول لي يقول استاذ الشحنة الكلية صفور قلت له صح واحد يقول لي لا استاذ شحنة المتسعة تساوي عشرة مايكرو كولوم قلت له صح اثنياتكم صح واضح راح شي يقول لي هنا يقول المدرس ما تكون يقول صح اثنياتكم اي وضح ذلك هاي بالحجي اخذناه سؤال اذا تذكروا بالبداية قلت لكم ما الشحنة الكلية قلت له صفور ما صاف الشحنة صفور زين ما شحنة المتسعة شو تقولولي شحنة احدى صفيحتيها واضح فواحد هنا ايش داي يقول باعوا واحد ايش داي يقول داي يقول بانه يقول صديقك ان المتسعة المشحونة شحنة مقدارها كذا شحنة شحنة المتسعة كذا وانت تقول المتسعة المشحونة شحنة الكلية تساوي صفور اي ناني شحنة المتسعة هي شحنة احدى صفيحتيها اما الموجبة او السالبة بينما الشحنة الكلية هي الشحنة الموجبة والسالبة سوى يعني الشحنة الكلية تساوي صفور واضح هذا بالنسبة للفكر الاولى زين فكر الثانية ما طريقة ربط المتسعات زين ما طريقة ربط المتسعات لكي نحصل على ساعة مكافئة كبيرة شربط المتسعات حتى تحصل على ساعة كبيرة شربطين اذا تذكرون قلنا لكم سقف سي اي كيو كيو توتل ودلتا في توتل طبعا ما اخذيها بالمسائلهم بس احنا بشي يذكر توازي اثنين كبار ركبوا بسيارة توالي للصغير يتعنى لتشبير صح؟ زين الحصول على ساعة مكافئة كبيرة وين الساعة المكافئة؟ هاي ساعة المكافئة؟ وين تكون كبيرة بالتوازي؟ نقولها حتى نحصل على ساعة مكافئة كبيرة نربط فتزداد الساعة المكافئة هنانا نربط على التوازي فراح نحصل على ساعة مكافئة كبيرة واضح؟ بحيث الساعة المكافئة هي اكبر من الساعات كلهم واضح يعني شلون يعني بعض مثلا مثلا هاي همات فد معلومة لكم مثلا سي اي كيو تساوي 9 مايكرو فارات سي وان تساوي 3 مايكرو فارات و سي 2 تساوي 6 مايكرو فارات مثلا نيجي اقولكم من خلال هاي المعلومات ما نوع الربط خلال هاي المعلومات شنو نوع الربط شنو ربط توازي تبعون على الساعة المكافئة اذا الساعة المكافئة شبيرة اكبر وحدة بيهين اكبر من الساعة الاولى واكبر من الساعة الثانية تكون اكبر من كل الساعات فمعناه ربط توازي اذا حصلنا على ساعة مكافئة كبيرة فالربط شنو توازي زين لو قطيتكم هاي C1 تساوي 9 مايكرو فارات C2 تساوي 6 مايكرو فارات C3 تساوي 18 مايكرو فارات CEQ تساوي 3 مايكرو فارات ما نوع الربط هسين هانا شنو نوع الربط تباعون على اليمن تباعون على الساعة المكافئة إش قد هاي 3 أصغر من الأولى وأصغر من الثانية وأصغر من الثالثة إذا أصغرهم فالربط شنوه توالي إذن بالتوازن حصل على الساعة مكافئة كبيرة يعني أكبر وحدة بهم بالتوالي حصل على ساعة مكافئة صغيرة يعني أصغر وحدة بهم زيان ونط قانون الساعة وقانون فرق الجهد يعني دائما نط الساعة وفرق الجهد ويا تليدون كتبوا القانون الشحنة بتيفكم يعني كيوتو تليسا وكيو ما زادو كيوتو بتيفكم بعد نقطة ثانية لكي يمكن بالإمكان وضع فرق جهد كبير وين فرق الجهد وين حصل على فرق جهد كبير هذا فرق الجهد وين حصل على فرق جهد كبير بالتوالي إذن نربط المجموع على التوالي فتقل الساعة المكافئة وتصبح أصغر وحدة بهم مثل ما قلت لكم أصغر وحدة بهم تمام أما فرق الجهد فهو مجموع جهد المتسعات كلهم يعني أكبر واحد بهم نقطة قانون الساعة ونقطة قانون فرق الجهد هذا بالنسبة فكر الثاني بس مجرد تطيل ربط شنو ربط توازي لو توالي ويا القوانين زيان نجي على فكر الثالثة زيان إذا طلب منك ربط تسع متسعات إيش قد عدد المتسعات تسعة إذا طلب منك ربط تسع متسعات عدد المتسعات تساوي إني تسعة زيان متماثلة ساعة كل منها عشرة مايكروفارد ساعة كل منها شنو متماثلة يعني سي وان تساوي سي تو تساوي سي ثري تساوي سي فور سي فايف سي 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 سيفن سي اي سي ناين يعني شنو يعني تسعتهم عشرة متماثلة ساعة كل منها عشرة ساعتهم عشرة مايكروفارد هاي سي وان وإلى آخر متماثلة سي وان و سي تو سي ثري كل واحدة عشرة جميعها إذا طلب منك ربط تسع متسعات ساعة كل منها عشرة جميعها مع بعض للحصول على ساعة مكافئة عشرة شلو نحصل على ساعة مكافئة أيضا كنت تساوي إني عشرة وضح طريقة الربط وارسم مخطط تبين فيه ذلك يعني بالبداية نرسم بعدين ننحل هذا الرسم نوضحها شلو نربطنا راح تقولون نحن نصلا مفتهم لشن السؤال بعض السؤال اشي يقول يقول عدكم تسع متسعات شكم متسعة تسعة زيان متماثلة ساعة كل منها عشرة يعني سي وان عشرة سي تو عشرة سي ثري عشرة سي فور عشرة إلى آخرين يقول أربطها بطريقة بحيث بحيث شو سوي نحصل على ساعة مكافأة عشرة إذا حصلت على ساعة مكافأة عشرة يعني انت هلك صاح أريدك تربطها بطريقة هذني تسع متسعة ما أعرف تربطها بطريقة بحيث نحصل على ساعة مكافأة بحيث مو نطلع الساعة المكافأة النهاية تطلع عشرة طبعا إحنا إذا تجون علي أنا كبدأ الرسفيزي تقول أستاذ شلون نربطها طيالة مني لخير نحفظها رح أقول لكم والله ما أدري يعني أنا يعني تقولوا لي شلون نربطها قبل ما أعرف شون نربطها أنا من يجيني إجي سؤال أقول لكم نجرب أربع احتمالات نروح نربطهم تسعتهم على التوازي ونطلع الساعة المكافأة بعدين نربطهم تسعتهم على التوالي طلعت عشرة طلعت ما طلعت نربطهم تسعتهم على التوالي طلع الساعة المكافأة طلعت عشرة طلعت ما طلعت نروح نربطهم تسعتهم نص توالي نص توازي يعني توالي توازي أو توالي توازي أو توازي توالي يعني خابط ربط مختلط رح تقول هاي رح يصير حل لش كبرى صح الحل رح يصير مطول زين لعد بي ما نروح هذا السؤال راح نستعين بم عباس واضح ونقول لهم عباس يا با عدي متسعات راح تقول ايه طبعا طريقة عباس طريقة كتكوت وذن الشغلات وحرملات ومر الاخرين راح تطلع عنا شلون نربطها السريع ها طريقة عباس ترى بس من عندي تاخذوها يعني موجودة واضح شلون ها طريقة معباس ش تقول معباس معباس قالت ها يا با ش تريدون معباس احنا عدنا تسع متسعات ويريد الساعة المكافئة تطلع عشرة شون نربطهم ش قالت معباس قالت انا احتاج شغلة وحدة من عدكم يناه لها شنو معباس ش تحتاجين قالت احتاج عدد المتسعات موجودة قلناها موجودة قالت نحلت شغلتكم لعد يا با شون معباس حلت شغلتنا قالت تعالوا شوف تخلون تحت جذر عدد المتسعات عدد المتسعات تحت الجذر زين راح يطلع لكم رقم هذا الرقم معباس ش تقول عليه باو تقول على هذا الرقم يمثل عدد الصفوف وعدد المتسعات بكل صف يعني شلون يعني باو يعني شلون عدد المتسعات تسعة خلوا تحت الجذر تسعة خلوا تحت الجذر تسعة تحت الجذر تسعة شو يساوي ثلاثة هاي الثلاثة تمثل عدد الصفوف يعني شنو يعني سووني ثلاث صفوف واحد ثلاثة سوينا ثلاث صفوف ووراها بكل صف تخلوني ثلاث متسعات يعني شلون يعني باعو كل صف نخلي ثلاث متسعات هذا الصف وهذا صف كل صف ونخلي بيشقيت ثلاث متسعات ناني ثلاث متسعات يعني شنو معناها معناها هاي معباس الطريقة مالتها شو تقول تقول لازم تاخذون عدد المتسعات تخلوه تحت الجذر يطلع لكم رقم هذا الرقم يمثل عدد الصفوف وعدد المتسعات بكل صف يعني شكم صف يسووني ثلاث صفوف وبكل صف تخلوني ثلاث متسعات بالوزارة مرة يجني أربعة وهذا الوحيد اللي جاو وزاري ترى فكر ما الكتاب كله الوحيد هذا جاو وزاري هم جابوه تسعة جابوه أربعة متسعات فأربع متسعات جذرها جذرها ثنين زين يعني شكم صف نسوي صفين واحد اثنين وبكل صف متسعاتين آه 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 خلاص إيش نربط إذن إذن شا تقول الطريقة معلوم عباس معباس ش تحتاج دائما طريقته تحتاج عدد المتسعات ش تحتاج عدد المتسعات زين تحتاج عدد المتسعات هاي عدد المتسعات شقيت تسعة عدد المتسعات شقيت التسعة فتحتاج من عندنا عدد المتسعات حتى نروح نشطل على الطريقة مالسة تقول تحطوا الرقم مع العدد المتسع تحت الجذر راح اطلع لكم رقم هذا الرقم يمثل عدد الصفوف وعدد هذا عشرة مايكروفارات وهاي عشرة مايكروفارات عشرة 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 متماثلة من يقول متماثلة يعني الساعات مستاويات كل هن عشرة مايكروفارات زين هتقولون زين ربطنا هنو وراهن باعو خلنجي للحل مالتنا عرفنا شنو الطريقة مالتنا شنو ربط المتسعات شنو ربط المتسعات ناخذ عدد المتسعات نخليها تحت الجذر واحد يقول زين اذا اجان الرقم ما بيجذر مايجيب لكيش رقم يعني لازم يجيب رقم بيجذر واضح يعني مايطلع الرقم اللي يريده هو زين راح تقولون زين ربطنا ربطنا هس ربطنا هم ثلاث صفوف ثلاث صفوف هاي ثلاث صفوف كل صفبي ثلاث متسعات هسا شنسوي اللي باعو هذول اللي يسوي نجمحهم حسب ربطه من واحد ربط من واحد ربط اللي يسوي نجمحهم حسب ربطهم حتى يصروا متسعات واحدة اللي يسوي نجمحهم حسب ربطهم حتى يصروا متسعات واحدة اللي يسوي نجمحهم حسب ربطهم حتى يصروا متسعات واحدة زي ان احنا كم مرة نجمع مرة واحدة واحد على سي اي كي او واحد على سي وان تو ثري او واحد على سي فتحسموها بكيفكم واحد على سي وان واحد على سي تو واحد على سي ثري اذن ثلاثة واحد على عشرة زاد واحد على عشرة زاد واحد على عشرة يساوي ان المقامات متوحدة اخذ مقام واحد اجمع البص واحد زاد واحد زاد واحد يساوي ثلاثة اذن ثلاثة على عشرة ها اشقد طلعت هاي ثلاثة على عشرة هنا طبعا واحد على سي كيو يساوينا ثلاثة على عشرة تقلبوها تقلبوها للهاي واحد على سي فتحة يساوي ثلاثة طبعا لم يكملوا يحل هنا يكملوا ياي تلاثة على عشرة ووسطين بطرفين راح يصير ثلاثة سي فتحة تساوي عشرة إذن السي فتحة تساوينا عشرة على ثلاثة مايكروفارات عشرة على ثلاثة زيان واذا اني همات سلابا بعد ما نسوي لان ما ثلاث قبل نكتب عشرة على ثلاثة عشرة على ثلاثة يعني جمعنا بس نجمع سطر واحد باقي الأسطر لنا نفس الشي زيان اوكي اش راح يسوي السهنان شوية عندنا اخطاء بالملزمة يعني اخطاء بالطباعة بس عمود التبول وهي هاي جمعناها ان عشرة هاي سوها عشرة على ثلاثة عشرة على ثلاثة مهم كملنا الحلمات المهم يعني وحدنا ربط الآن صار ربط كله شنوه كل واحدة عايشة واحدة يعني ربط توازي ربط النهاي توازي شونا نجمع عن ربط مع التوازي شونا نطلع السي اي كيو مع التوازي سي فتحة زاء السي فتحة هاي سميناها سي فتحة وانا من الشابهات عشرة على ثلاثة زادة عشرة على ثلاثة زادة عشرة على ثلاثة سونا ثلاثين على ثلاثة ويساوي عشرة مايكروفارات ويساوي جيت عشرة مايكروفارات وهاي مسعوها ملكم علاقة به هاي مسعوها بس كتبوا الناتج 30 على 13 عشرة مايكروفارات طلعت عشرة ومطلعت طلعت عشرة إذن تحية لمعباس زياد أكو طريقة ثانية هاي الطريقة عوفوا خلي تولد طريقة ثانية شوية صعبة يعني خلينا على طريقة لمعباس هفضل المتسع الموضوع في دارة التيار المستمر تعد مفتاح مفتوح هذا يمكن 3 مرات كاتبة من ملزمة وانتظروا ربنا الرابعة همات بعد اكتمال عملية الشحنية تساوي هذا ماخذية تساوي فرق الجهود بين صفحتين منتسعة مع فرق الجهود بين قطبي البطارية فيكون فرق الجهود أو ينعدن فرق الجهود بين طرفين المقاومة فيكون التيار في المقاومة يساوي صفر زياد أسئلة على ما يعتمد الاشتراقات طبعا ما أخذيها أسئلة على ما يعتمد على ما يعتمد فرق الجهود ذات ساعة ثابتة أو شو القانون فرق الجهود سقف ضموا دلتا في ضموا الدلتا في ضمينا الدلتا في شو بقى عدي كيو على سي من سقف زياد إيش دي يقول دي يقول فرق الجهود علي من يعتمد إذا كانت الساعة ثابتة الثابتة من علاقة بيها يعني إذن علي من يعتمد فرق الجهود يعتمد على الشحنة ويتناسب وياها طرد زياد على ما يعتمد ثابت العزل ثابت العزل علي من يعتمد على نوع المادة العازلة هاي خلي نجعلها بشوي بالتفصيل أنا خاطلكم جدول طبعا هذا الجدول للاطلاع يعني فقط للاطلاع لا مطلوب منعدكم ولا هم يحزنون للاطلاع هنانا المادة المادة وهنانا ثابت العزل اللي هو منه ثابت العزل كي قيمة كي ثابت العزل وهنا قوة العزل الكهربائي اللي أخذنا تعريفها بالبداية قوة العزل الكهربائي اللي وقته ثلوت على متر إنه أقصى مقدار للمجال الكهربائي وقته حفظنا للتعريف شوفوا كل مادة نعطيكم لها ثابت العزل وقوة العزل مالة عوفوا قوة العزل خلي تولي إحنا We do that على اليمن على ثابت العزل شوفوا الفراغ مثلا ثابت العزل مالة واحد بوينت هناك بوينت واحد بوينت 00000 الأخري تمام؟ يعني واحد تمام؟ هناك شوفوا الهوائل جاف الهوائل جاف واحد بوينت واحد بوينت 00 0059 هوائل جاف زير بعد المطاط ستة بوينت ساعة النايلون 3.4 الورق 3.7 طبعا كل مادة لها ثابت عزل خاص بها إذن ثابت العزل اليمن يعتمد على نوع المادة العازلة واضح اللدائن 2.56 الزجاج البايركس 5.6 زيت السيليكون 2.5 2.1 80 300 الاخري تمام خلاقلكم بشغلة تذكرون امتحنتكم وامتحان صاروا هواي علي اشكالات هذا الامتحان الكي طلع عدكم 18 الف رسالة اجتني واضح؟ استاذ شو نطلع الكيف منطحش احنا داخل المدارس اهلية والمدرس يقول ان الكي ما يطلع اكثر من الستة ليش هاكم شوفوا الكي هنا شقد مالته 80 بلا بلا مثلا ابو الوزاري حاط البالة او حاط عازل ميناقي او حاط السيترونيوم عازل السيترونيوم مادة عازلة اشقد السيترونيوم 300 300 يعني الكي حتى لو يطلع 300 واضح؟ ما تعترضون انتم بابا الكي باع اسمعوني الكي اشقد ما يطلع خليطلع اشقد ما يطلع المهم اكبر من الواحد ايشان ما يتفقوا اياكم فجماعة 318 ما يصير هياته شوفوا اذني 80 ها بالكتاب موجود لكم من جدول ترى بداية الفصل مهم ورا النشاط اخير الشي عندنا بعلامة يعتمد علامة يعتمد طبعا هنا علامة يعتمد كلها ما اخذيها كلها ما اخذيها المواضيع بس شنو الموضوع مالتنا ليش انا اضاعي لهم انا دائما بنهاية كل فصل اجمع لكم علامة يعتمد واضح؟ وخلينا سوى علامة يعتمد ساعة المتسعة علامة تعتمد ساعة المتسعة ذات الصفيحتين المتوازيتين الساعة علي من تعتمد تعتمد علي سي تساوي أي كي دي أبسلون نوت عليها ما تعتمد تعتمد على المساحة المتقابلة للصفيحتين وعلى البعد بين الصفيحتين وعلى نوع الوسط العازل تمام نانا طردي نانا عكسي نانا طردي نوع المادة العازلة هاي بالنسبة إلى أسئلة علامة تعتمد خلصتها من عده نجي إلى أسئلة الفصل الأول اليوم رح نأخذ بأسئلة الفصل الأول الاختيارات فقط يعني هاي المحاضرة فقط الاختيارات زين رح نأخذ الاختيارات يلا اختيار الأول متسع ذا صفيحتين أتمنى بأنهم تتوقفون الفيديو وتحلون الاختيارات بعدين تجون تشوفون حالكم صحل أو لا يعني أفضل هذا الشي طلاب متسع ذا صفيحتين متوازيتين مشحونة ومفصولة عن البطارية الهواء يملأ الحيز بين صفيحتينها ودخلت مادة عازلة ثابت عزلها ثنين فملأ الحيز بين الصفيحتين فإن مقدار المجال الكهربائي بين صفيحتينها بوجود العازل مقارنة مع المجال الكهربائي في حالة الهواء يصير يعني المجال الكهربائي بوجود عازل كيف سيصير نستخدم قانون لا لا نستخدم قانون اللي هو شنوه E على K أنا عندي قانوني للمجال الكهربائي E K يساوي أنه دلتا V على D و E K يساوي أنه E على K هذا استخدم إذا كانت متصلة أبدو دلتا V إذا كانت متصلة وهذا استخدم إذا كانت منفصلة زياد هو إيش داي يقول منفصلة إذا استخدم هذا E على K إذن E على جد على كي جد الكي ثنين زياد إذن E على ثنين لي ما عده ما أقدر أعوضها E على ثنين يا اختيار E على ثنين اختيار D هذا الاختيار له البس مجال طبق قانون طبعا أنا هنا كاتب لكم التوضيح هذا التوضيح لكم طلاب رح أعيده و رح يسألون و رح أعيده و كل فصل أعيده وبالنها يمثلون باو هذا التوضيح أسألنا ما لدي علاقة أبو الكيمية واحد يقول أبو الكيمية يقول لا هذا التوضيح يقول لازم تكتبه إذا إذا الاختيار بي حل لازم تحلي صح هو هو باو عدتوا ما تقدرون يعني ما تقدرون تحلون بدون يعني الاختيارات ما تقدرون تحلوها زياد باو بدون حل يعني أبو الفيزيش يقول أجوبة نموذجية أبو الفيزيش يقول يقول لا ما يحتاج تحلوها واضح يقول ما يحتاج تحلوها يعني اللي يحلها ويمسحها ويأخذ لنا بس الاختيار عادي 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 يعني مطلوب معدكم بس الاختيار راح واحد يقول آه نحفظها ما تقدر تحفظها يا بليش ما نقدر نحفظها لأن يغير بالأرقام يغير شوي منطق السؤال مرات فما تقدر فما تقدر تحفظوها شوفوا طلاب عندنا النقطة الثانية عندنا خلل طباعي أريدكم مياي النقطة الثانية أهنانة شكرا لزمعتكم طبعا مو كل ما لازم بها خلل طباعي يعني أكو طبعات عادي ما بها وأكو طبعات شوي استعجنب طباعتها فطلعت بالبداية بها خلل فأنا عايف أمو الخلل أهنانة على مود أي واحد عندها خلل هاي النقطة الثانية مسحوها اللي عنده هي متسع لمقدار ساعتها عشر المسحوها لهاي اكتبو اللي راح اردها وحدة الفارد تستخدم لقياس ساعة المتسعة اكتبو اللي راح اردها هنا وحدة الفارد وحدة الفارد تستخدم لقياس ساعة المتسعة وهي لا تكافئ أحدى الوحدات الآتية هاي يبدأ لكتبوها شوفوا طلاب هنا شنو عندنا يقول لك وحدة الفارات هي ما تكافئ اللي تستخدم قياسها المتسعة لا تكافئ شنو لا تكافئ لا تكافئ يعني لا تساوي ما تساوي وحدة من الوحدات الآتية شوفوا إذا نرجع لازم هذا هنا حتى نحله لازم نرجع علما للفارات واضح؟ للاشتقاق مع الفارات حتى ما أرجعكم لاشتقاق الفارات شراح أساوي باعة راح تكبوا لاحظة دائما وحدة الفارات لا تكافئ عمليات الضرب دائما مثل يقول عمية الضرب هي والاختيار ما لاتكم وكيد لازم كل الاختيارات صح وحدة خطئ اللي احنا على راح نختارها صح لو لا فدائما راح أحط لكم عمليات الضرب وحدة فلذلك رأسا تختارون عملية الضرب إذا لا تكافئ يعني لا تساوي عملية الضرب ثلاثة متسعدة صفيحتين متوازيتين ساعتها سي قربت صفيحتيها باعه إذا هاي الصفيحتين من أقربهم إيش داي يتغير البعد صح؟ من أقرب من يقول قربت يعني يقل البعد من يقول أبعدت يعني يزداد البعد واضح؟ قرب الصفيحتيها يعني تديش بي داي قل قرب الصفيحت على صفتين قربناهم من بعضهما يعني شبي البعد قل حتى صار البعد واحد على ثلاثة مما كان عليه فإن مقدار سعتها الجديدة جيد طبعا طبعا أنا هنا التوضيح مسوي لكم شلون ما البي إي ما البي إي على بي إي وهذه الشغلات تمام يعني الاثبات ما البي إي مسويش بثل بس إنتوا شي تسوون بعض أنا رأخطيكم توضيح يعني بعد يعني هذا مسحول التوضيح إذا تريدون إذا تعتمدوا بكيفكم إذا تفتهمتوا تعتمدوا بس أنا رأخطيكم توضيح شنوة يبخليكم تفتهمون وخليكم أيضا تحلون على السريع يقول إذا قربنا البعد وصار واحد على ثلاثة يعني يقل البعد شبيها الساعة أكيد راح تزداد صح لو لا لأن الساعة تساوي إني أي على دي في أبسلون نوت صح أبسلون نوت زيان آني يسا عندي البعد والساعة البعد شبيه قر بصة في حدا يعني البعد شبيه يقل البعد يقل البعد زيان إذا يقل البعد شبيه الساعة تزداد الساعة ينتناسب عكسي زيان الزيان قل البعد قل واحد على ثلاثة إذن هاي تزداد ثلاثة لأن عملية عكسية إذا هذا يقل قسمة إذا هذا الضرب يزداد يزداد يعني شنو ضرب صح لو لا زيان زيان إذا قلت لكم هاي يعني شنو الاختيار مالتنا ثلاثة سي إذن الاختيار الثالث زيان اختيار هاي قلت واحد على ثلاثة إذن هذا يزداد يقل قسمة واللي يزداد ضرب صح لو لا زيان إذا قلت لكم هاي قلت واحد على تسعة عشان يقولوا لي هاي راح تزداد المقدار تسعة تمام يعني إذا هاي قل هذا يزداد زيان إذا هذا يزداد هذا يقل واضح زيان هسه وين وصلنا النقطة الرابعة هاي النقطة الرابعة طلاب هاي النقطة الرابعة حالها لكم ويا من ويا المجموعة الأولى تذكرون بالمجموعة الأولى ما المسائل كانت عدنا ستة اختيارات من ضمن الاختيارات شنو حال لكم هاي زيان المهم اهنانا خليني جي حسريعا حل المرة الثانية متسعة مقدار ساعتها سي عدنا تختزن طاقة في مجال الكهرباء البي اي عدنا البي اي عدنا نانا سي جقيت عشرين مايكرو عشرين مايكرو فارات البي اي جقيت اثنين بوينت خمسة يعني خمسة وعشرين في عشرة والسالب واحد زيان يتطلب ربطة بفرق جهد مستمر يساوي اشقيت فرق الجهد زيان اهن سانش نعطينا بي اي اذا اكتب قانون البي اي رأس اكتب قانونه بي اي زيان تبهوا يا طلاب اش عدي اني سي وعندي دلتا في صح اش عدي عدي سي وعندي دلتا في يا قانون اللي يجمع بين السي والدلتا في نصف سي دلتا في تربية القانون الثاني صح البي ايج قد خمسة وعشرين في عشرة والسالب واحد يساوي انه نصف نزلناها السي جد عشرين عشرين في عشرة والسالب ستة والدلتا في تربية انا اريدها هس هاي الاثنين تروحوا يا هاي الاثنين تمام وهذا الصفر ويا السالب ستة سالب خمسة اوكي مش بقعدنا بهذا الطرف عشرة والسالب خمسة دلتا في تربية انا اش اريد دلتا في تربية دلتا في تربية يساوي انه عدوتها فوق خمسة وعشرين في عشرة والسالب واحد وصديقتها جوه عشرة والسالب خمسة هس هذا او لا موجي او مدخل بطون هذا العشرة والسالب خمسة راح اصعده فوق اش راح يصير خمسة وعشرين في عشرة والسالب واحد وهاي سالب خمسة من تسعة شصير موجب خمسة يعني يعني راح يصير هنا عندي خمسة وعشرين في عشرة سالب واحد وموجب خمسة وموجب أربعة زين اذن دلتا في تربية دلتا في تربية يساوي خمسة وعشرين في عشرة والسالب أربعة زين لازم تخلص من التربية شلون بجذر الطرف وين هذا يروح وياه هذا اذن يبقى عندي دلتا في ويساوي جذر الخمسة وعشرين خمسة زين وجذر العشرة والسالب أربعة عشرة والسالب أثنين او لا فموجب أربعة هاي موجب أثنين واضح ناخد نصها احنا الأسس دائما ايش ناخد نصها اذا ستة تقول ثلاثة اذا أربعة تقول اثنين زين المهم يعني عشرة والس موجب أثنين يعني شكم صفر صفرين شنو الوحدات فولت اذن خمسمائة فولت اذن الاختيار الثالث طبعا الحل لانا حال للكم هناني هذا الحل بالتفصيل شو رحلية موجود عدكم نيجي هذا أيضا حال للكم بالاختيارات نقطة الخمسة ام حال للكم وين بالاختيارات يقول هناني متسع ذات صفحتين متوازيتين ساعتها خمسين مايكرو فارد والهواء عازلا بين صفيحته اذا ادخلت مادة عازلة بين صفيحته ازدادت ازدادت شنو ساعتها بمقدار ستين مايكرو فارد فان ثابت العزل تلك المادة يساوي جيد ها باوا اهنان شناطين الساعة وشناطين الزيادة مصح؟ موصيكم يا ابي دائما دائما من يطي الزيادة تبقون هذا القانون سي زائد الزيادة سي كي ساولنا سي زائد الزيادة سي خمسين زيادة ستين يساولنا مية وعشرة مايكرو فارد زيادة شريتي الثاني كي ساولنا سي كي على اليمن على سي سي كي مية وعشرة السيش قيت خمسين الصفرين يروحن يبقى داعش على خمسة داعش اش كم خمسة روح نقسم داعش تقسيم خمسة داعش اش كم خمسة اثنين اثنين في خمسة عشرة يبقى واحد واحد اش كم خمسة ما بيه عشرة اش كم خمسة اثنين اثنين في خمسة عشرة صفر صفر اذن اثنين بويند اثنين يا اختيار اثنين بويند اثنين الاختيار الاخير هذن يكونوا وزاريات الرجايات زيادة نجح على اليمن على النقطة السادسة وانت في المختبر طبعا هذا هذا الاختيار دقيقة قلنا ناخد له صورة قلنا نجحل هنا طبعا وانت في المختبر وانت في المختبر تحتاج لمتسعة سعتها عشرة زيادة والمتوفر لديك مجموعة من المتسعات المتماثلة سعت كلها منها خمسة عش زيادة يعني المطلوب المطلوب متسعة سعتها شكيت عشرة اوكي المتوفر خمسة عش تمام فان عدد المتسعات التي تحتاجها وطريقة الربط التي تختارها ياها يا منذن شوفوا طلاب داعش تغل على غفلة قلتكم يابه واحد معتكم دزيته قلتكم قوموا روح طبعا المختبر اريتكم تدوروا لمتسعة جيبوا لمتسعة سعتها عشرة مكتوب عليها عشرة مايكرافارات على الغلاف مالتي ورحتوا دورتم متسعات دورتم متسعات لقيتهم كل هنو خمسة عش يعني انا قلت لكم جيبوا لشكيت عشرة زياد المتوفر مجموعة يعني جو قلت لقيتم متسعات متشرة كوموا متسعاتك بس عشرة ماكو لقيت اكو اكو يعني بس خمسة عش ماكو عشرة فاضح زياد المتوفر جياد المتوفر خمسة عش زياد ايش داي يقول داي يقول تعال اعرف عدد المتسعات التي تحتاجها زياد وطريقة الربطيها رح تختارها اولا اربع متسعات تربطها على التوالي لو ستة تربطها على التوازي لو ثلاثة اثنين توالي وحدة توازي لو ثلاثة اثنين توازي وحدة توالي زياد هنا حتى معباس ما تفيدك هتقول ايش هتحلوها ما طريقة الربط احنا دائما نستخدم طريقة معباس لا بابا حتى معباس ما تفيدك ليش لأن معباس دائما طريقة اش تقول يقول بابا، طوني عدد المتسعات شجUNT عدد المتسعات؟ راح تقول هو، جدي يقول بالسؤال فان عدد المتسعات التي تقول لها تعرف عدد المتسعات شج요 عدد المتسعات ساد there, four to means, six to next, three to next أنت لازم تعرف عدد المتسعات راح تقول Choi Destalina شلون رحر نحل هذا؟ بعقا شلون رح ونحل ما سنقوم بإم عباس؟ فشلت طريقته؟ صح؟ ارجع طريقة أبو الفيزياء، أنا ما قلت لكم؟ قلت لكم أنا كمدرس فيزياء، ما يقولون لهذا السؤال؟ لا أعلم، أجرب واحدة واحدة، فلازم نقعد نجرب رابط رابط حتى نعرف، راح يصبح مطول، بس على مودة نوصل لربط الصح، إذا طلعت الساعة النهائية عشرة، فربطنا هو الصح، إذا ما طلعت عشرة؟ لا، الربط خطأ، نجي أول واحد، أربعة ربط جميعها على التوالي، خلا يجيب أربعة، أربعة، أربطها على اليمن على التوالي، واحدة، ثمين، ثلاثة، أربعة، وهي البطارية مالتهم، خمسطعش مايكرو فارات، خمسطعش مايكرو، خمسطعش مايكرو، خمسطعش مايكرو فارات، زيان، متوفر خمسطعش، سعيد، هل سنقوم بعمل 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 مستعش. وسطين بطرافين. اربعة سي. ما يصر هذا البقي بالمقام. سي اي كيو. ساوينا خمستعش. اذا سي اي كيو انا ريتها بس. عدوتها فوق صديقة تجول. طلعت عشرة? لا ما طلعت. اذا الاختيار الاول مو خطأ. مو اربعة توالي. نجي للاختيار الثاني. العدد ستة تربط جميعها على التوازي. ايش قلل عددهم? ستة. ستة. اربطهم كلهم على التوازي. مزيد. ستة. واحدة. اثنين. طبعا هاي اذا يعلمك حتى الرسموا بهذا المطلب. حتى ربط المختلط اذا ما نطاك الرسم مالتي. اذا ما نطاكم الرسم مع ربط المختلط. هس راح تتعلموني شلون ترسموه بدون ما يطيكم الرسم. يعني ربط مختلط تمو قلت انه يطينا الرسم. افرضوا ما نطاياكم. شلون? حاسبة ما نطاياكم. اهنانا باسئلة الفصل. طبعا ش الضام هاي لكم باسئلة الفصل. اهنانا اسئلة الفصل. هعلمكم الشون تربطونه. من الحتيت تتروحون. شستوون? ترسمون ربط المختلط. ستة على التوازي. خمس طعش و خمس طعش و خمس طعش و خمس طعش و خمس طعش. يلا. طلع الساعة المكافئة. واحدة. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. جمعوهن. ثلاثين زاد ثلاثين زاد ثلاثين تسعين. مايكروف ولا. طلعت عشرة؟ لا ما طلعت عشرة. اهنان لي هو هذر الاختيار. اختيار الثاني. هم غلط.piel عليه من? على اختيار الثالث. عشرة. اعلموا. مراقب كونTHين. اعلموا. اذا ما نلطهكم رسم مختلط. لا ما تريدون. اثنين على التوالي? اوكي. ومجموعتيهما يعني مجموعتيهما يعني اثنيناتهم تربط تربطها مع الثالثة على التوازي والمجموع مالتهم تربطها ويالثالثة عليما على التوازي اوكي اهنان هاي 15 هاي 15 يحتاج توحيد ربط ليش الربط مختلط شنسوي اللي واحده تبقى واحده اللي واحده تبقى واحده واللي يسوي هاي اللي واحد هي تبقى واحدة اللي يسوي نجمعهم حسب رابطهم يلا خنجمعهم شون نجمعهم رابطهم توالي من هذا الشكل توالي شون نجمعها توالي C12 يساوي انه 15 في 15 على 15 زاد 15 و يساوي 15 في 15 الفوق تبقى وجوا نجمع هاي بها واحد وهاي بها اش قد بها اثنين اذا اه مستعش على اثنين ومستعش هلش ودت اثنين كل واحد اش قد ياخذ سبعة لاف ونص زين هاي سبعة ونص هسه صار الربط واحد الربط النهائي اللي هو كل واحدة واحدها يعني الربط توازي زين اشلون هسه طلع الساعة المكافأة ما للتوازي اشلون طلع الساعة المكافأة دائماً الساعة المكافة تطلع من ربط النهاي يلا سبعة ونص حاصل جمع زاد خمسطعش ساوي اثنين وعشرين ونص طلعت عشرة لا والله ما طلعت عشرة إذن مو الاختيار الثالث من بقاعدنا الرابع إذن أكيد هو الرابع إذن الاختيار مالتنا هو الرابع هل تقول حل بلا خلنا نتأكد يلا تعالوا خلنا نحل العدد العدد الثلاث اثنان منها تربط على التوازيل اثنين من عندهم رح أربطهم على اليمن على التوازيل هاي اثنين على التوازيل بعد ومجموعتين هما تربط مع الثالثة على التوازيل ومجموحهم اثنيناتهم يعني اثنيناتهم يربطونه يثالثة على التوازيل طبعا ها شكل خاص بس احنا ش نسوي به السي احنا بس نريد شنو بس نريد نطلع سعامو كافية يلا اللي واحد هي تبقى واحدة هاي اللي واحدة خمسطعش تبقى واحدة زيلا واللي يسوي نجمعهم حسب ربطهم هذو اللي يسوي شو نحن نسوي نجمعهم شو ربطهم توازي سي وان و تو نجمعهم على التوازي سي وان زائد سيدو يعني خمسطعش زائد وخمسطعش ثلاثين مايكرو فارات اذن ثلاثين زيلا سي اي كيو يساوي هسه لازم نطلع السعر المكافية من الربط النهائي اللي وشنو الربط النهائي توالي يلا ثلاثين في مستعش على ثلاثين زائد خمسطعش ويساوي ثلاثين في خمسطعش تبقى على ثلاثين زائد خمسطعش خمسة واربعين على خمسطعش بها واحد على خمسطعش بها ثلاثين ثلاثين على ثلاثة عشرة مايكرو فارات اذا طلعت عشرة اي طلعت عشرة اذا حنة مضبوط يلا بسه نرجع للمنزلة هاي نقطة هاي نقطة ستة هسوا نوصلنا نقطة سبعة طبعا اي ربط او اي نقطة مثل هاي نقطة السادسة ما عدتكم يعني مثلا متعرفون عدد المتسعات مالتها شا سوون تروحون تربطوها على اليمن على التوالي واضح نربطها على التوالي اي متسعة هسا مثل ما قلنا اي متسعة او اي مجموعة متسعات متعرفون نربط مالتهم نربطهم على اليمن على التوالي أو على التوازي أو على توالي توازي أو توازي توازي حسب بعض يعني كل واحدة تحلوها واحدة كل واحدة تحلوها واحدة كل واحدة تحلوها واحدة إلى أن يعني طلعتكم الحل النهاي مالته زيان من يطلع الحل النهاي شوفوا شل المطلوب مثلا قللي أريد عشرة قلت له صار عشرة عشرة زيان اللي طلعت عشرة فأوكي تمام اللي ما طلعت عشرة واضح حاولوا تحلوهم كلهم على موج يعني شوفون حالكم صح لو خطأ واحد أو واحدة من الطالبات تزوري رسالة يعني السؤال على هذا على هذا السؤال نعطيهم بالمدرسة مدر ملزمة مدر وانشاك في المهم هذا اختيارات موجود قلت لكم اختيارات موجود عدنا بعدين ناخذة عدي متسعدة صفيحتين متوازيتين روبوت الصفيحتين ما بين قطباء بطارية تجهز فرق جهود ثابت شبيه فرق الجهود ثابت آه آه هذا فرق الجهود ثابت يعني كتبه هنا للتا في شبيه ثابت يعني ما يتغير ما من علاقة بي زياد فاذا ابعدت صفيحتين عن بعض آه فاذا ابعدت الصفيحتين شنو يعني ابعدت يعني البعد يزداد يعني البعد شبيه يزداد اذا ازداد البعد أوكي يزداد فاذا ابعدت الصفيحتين عن بعضهما قليلا مع بقاء البطارية موصولة بالصفيحتين فعنه مقدار المجال الكهربائي اولا من قلي موصولة يعني متصلة يقول ليش راح يصر بالمجال الكهربائي نفس الاستيلا المزعجة واضح شوفوا المجال الكهربائي شي يصاوي أنه delta v على d راح تقول ليش استخدمت هذا اقول لكم لين اش قال لي قال لي موصولة متصلة بالمتصلة نستخدمها بالdelta v زياد زياد شبي البعود البعد شبيه ده يزداد فرقة جهود ثابت ما لنا علاقة بي واضح فرقة جهود ثابت ما لنا علاقة بي زياد اذا فرقة جهود ثابت شبيه البعود البعد يزداد زياد واذا ازداد البعد شي يصير بالمجال الكهربائي المجال الكهربائي رح يقل إذا هذا يزداد فالمجال يقل إذن يقل يزداد والشحنة تزداد لو يقل والشحنة تقل لو يبقى ثابت لو يبقى ثابت والشحنة ثابتة لو الشحنة المهم المجال الكهربائي ش رح يصير فإن مقدار المجال الكهربائي سوف شبي يقل يا نقطة يقل النقطة الثانية أو الاختيار الثاني رح تقولون يقل إذن وش شحنة شبيهة أيضاً رح تقل وهي رح تقول شلون بالله شحنة تقل تعالى أقول لكم ليس فس إحنا موعدنا السي تساوي إنا أي على دي في أبسلون نوت رح تقولون إي البعد شبيه يزداد والسعة تقل زيان إحنا موعدنا الكيو تساوي إنا السي في دلتا في رح تقولون إي والله زيان شبيهة السعة تقل إذن الشحنة تقل تناسب طردي إذن الشحن أيضاً تقل فاضح إذن المجال الكهربائي يقل والشحنة أيضاً تقل فاضح إحنا بس نعرف المجال الكهربائي الشحنة هي وياها ونفس النقطة هذا نفس الحكيمان قبل شوية من أخذنا وحليناه يقول لحصول على أكبر مقدار للسعة المكافئة لحصول على أكبر مقدار للسعة المكافئة أكبر سعة مكافئة حصول على أكبر ساعة مكافئة لمجموعة المتساعات نختار يا دائرة رح تقول رأساً توازي أقول لكم صح إذا الساعات متماثلة وعدد المتساعات مستساوي ناش كم متساعة؟ ثلاثة ثنانة اثنين ثنانة اثنين ناش قد ثلاثة عدد المتساعات ما مستساوي إذن لازم نحل كل واحدة واحد زين وإذا كانت ثلاثة بتلاثة 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 لازم نفس الأرقام الكل واحدة قبل نقول توازي قبل بس إحنا ما لهيته نقول لناساً توازي لا ما يصير زين ش راح نسوي راح ناخد شكل شكل ونروح نحله هذا الشكل الأول يقول يا هو من الأشكال يا هو من الأشكال ذول الأربعة نحصل على ساعة مكافئة كبيرة هذا الني مشكلة بشكل ثلاثة يلا يلا شباب خلني نحل الشكل الأول طبعاً هاي السي ثري تساوينا ستة مايكروفارات يلا خلني نحل هذا الشكل يحتاج توحيد رابط صح لو لا هاي صح اللي واحدة تبقى وحدة هاي اللي واحدة تبقى وحدة سي ثري ساوينا ستة مايكروفارات زين وذول اللي سوى ذول اللي سوى نجمحهم حسب رابطهم زين هذولي نجمحهم حسب رابطهم زين هاي كل واحدة عايشة وحدة كل واحدة عايشة وحدة يعني رابطهم هذا توازي اذا تقلبون هيت الشكل راح تشوفون بانه توضح عدكم اكثر هيت شاذا يعني هيت فرو واضح؟ توضح عدكم اكثر الموها كل واحدة واحدة كل واحدة يعني توازي شون نجمحهم على التوازي سي وان تو يساوينا سي وان زا سي تو يعني اثنية زاد اربعة يساوي ستة مايكروفارات اوكي هاي ستة هاي طلعت ستة سي وان تو يساوينا ستة مايكروفارات وهي ايضا ستة زيان اوكي رابط شلو هذا النهائي توازي يلا روح نحلى على التوازي العفو توالي الان بو واير واحد اذا توالي روح نحلى على التوالي سي اي كيو ساوينا ستة في ستة هيتأكدونا من عند هاي هاي ثلاثة ثلاثة اي ثلاثة ثلاثة مايكروفارات ثلاثة مايكروفارات ستة في ثلاثة على ستة زاد ثلاثة يعني ثمنطعش على تسعة ثمنطعش على تسعة ثنيا مايكروفارات اذا اين جز av ذا اوو الشكل طلع ثنين أوكي دعنا نسجل من اثنين مايكروفاة نجعل الشكل الثاني نجعل الشكل الثاني حفظوهني هذا اثنين مايكروفاة اول واحد طلع اثنين مايكروفاة هذا الربط شلو مالته توازي كل واحدة واحدة شوفوا طلاب بس تقلبوه شي توضحتكم الرسم اكثر توازي شلو نجمعنا على التوازي سي اي كيو يساولنا سي وان زاد سي تو ويساولنا واحد زاد واحد اثنين مايكروفاة هذا اهم طلع اثنين مايكروفاة بس خلت اكتبنا الرقام هذا اثنين بواحد صح هذا اثنين وهذا واحد فاضح عدلهون الرقم هذا اثنين وهذا سي قد واحد المهم فهذا سي قد عدي طلعتنا بسه هذا طلعتنا ثنيا مايكروفاة وهذا خلنا نجمع سي اي كيو ساولنا سي وان زاد سي تو يعني ثنيا زاد واحد ويساول ثلاثة مايكروفاة بسه بعد نجع على الشكل الثالث شنو ربط الشكل الثالث الربط مع الشكل الثالث الربط مع الشكل الثالث هو عليمن على التوالي ماضح؟ الربط مع الشكل الثالث هو على التوالي يلا هاي هنانا مو اثنية نص معاش بستة شنو نجمعنا على التوالي؟ سي اي كيو ساولنا سي وان يعني ثمعش في سي تو ستة على ثمعش زاد ستة ويساولنا ثمعش في ستة على ثمعش زاد ستة ستة ثمنتعش نجمعها الرسم هاي بها واحد وهاي بها ثلاثة ويساوج قد اربعة مايكروفاة الساول واحد طلع اثنين وهذا طلع ثلاثة وهذا طلع اربعة نشوف اخر واحد هذا يحتاج توحيد ربط اللي واحد هي تبقى واحد هي هاي السي وان واحد هي اربعة تبقى واحدة زين واللي يسوي نجمعهم حسب ربطهم هاي السي تو وثري نجمعهم حسب ربطهم سي تو وثري شنو ربطهم؟ توالي ثنين في ثنين على ثنين زاد ثنين ويساوي نها اربعة على اربعة واحد جمعناهم وطلعوا واحد شنو ربط النهائي كل واحدة صارت واحد هي يعني توازي ويساوي نها أربعة زاد واحد يساوي خمسة مايكروفاة يولا اكبر واحدة طلعت .يساو طلع اثنين مايكروفاة وهي طلعت ثلاثة مايكروفاة وها طلعت أربعة وها طلعت خمسة. ها الأكبر وحدة بيهم الخمسة. إذن الاختيار دي. هذا بالنسبة للاختيار دي. طبعا أنا هنا هالهن لكم. هاي هالهن برقامهم صحيحة كلهن ما بين شيء. المهم. آخر اختيارين. اللي هو اختيار تسعة واختيار عشرة. متسعتان. دمو يا امي على ذني اختيارات. متسعتان. ربطتا على التوالي. شنو الربط؟ توالي. ربطتا على التوالي. وربطت مجموعتين هما بين القطبين بطارية كانت سعة الأولى أكبر من الثانية. يعني شنو؟ يعني السي وان أكبر من السي تو. أوكي. وعند مقارنة فرق الجهد لفرق الجهد الأول من المتسعة الأولى مع فرق الجهد الثاني نجد إنه الأول أكبر من الثاني. لو الأول يساوي الثاني. لو الأول أصغر من الثاني. لو كل الاحتمالات. دعني شوف. دعني جه هاي. ثلاثة متسعات. سي وان سي تو سي ثري. مربوطة على التوازي. ومجموعتين هما ربطت بين قطبين بطارية كان مقدار سعتها سي وان أكبر من سي تو أكبر من سي ثري. أوكي. وعند مقارنة مقدار الشحنات هي. عند مقارنة مقدار الشحنات مقتزنة لكل متسعة نجد إنه. زي. هس ش راح نسوي. راح نقارن مقدار الشحنات لكل متسعة. ش راح نلقي باب. يعني راح نقارن Q1 و Q2 و Q3 Q1 و Q2 و Q3 من قارن مقدار الشحنات يكون متسعة عشرات زيان يلا خلني جنحل سؤال السعوي و يا فرق الجهد شن التناسب لبناتهم هتقلوا العكسي أوكي زيان والشحنة و يا السعى شن التناسب مالتها هتقلوا الطردي من سقف نعرفه لهذه الشغلات C يساوي Q على اليمن على دلتا V و يا الفوق طردي و يا جوا عكسي أوكي زيان إذا عكسي نعكس الإشارة إذا عكسي نعكس الإشارة زيان إذا طردي نخليها نفس الإشارة هتقوله نريد نفتهم تعالوا ضع إذا هاي كبيرة هاشي تكون صغيرة ليش لين تناسب شنو عكسي كل ما تكبار السعى يقل فرق الجهود لين تناسب عكسي و إذا صغرت السعى راح يزداد فرق الجهود فإذا عكسي تعكسون الإشارة مالتها الكبير يصير صغير والصغير يصير كبير لين تناسب شنو عكسي بينما تناسب ببناتهم ذول شنو طردي سي وان كبيرة إذن كيو وان كبيرة السي تو كبيرة إذن كيو تو كبيرة السي ثري صغيرة إذن كيو ثري صغيرة واضح؟ إذن هنا إذا طردي نخليها نفسه ليش؟ لين تناسب طردي هاي كبيرة كبيرة أصغر 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 واضح؟ هنا أنا لا والله إذا عكسي لا نعكس الإشارة إذا كبيرة تصير صغيرة لين تناسب شنو عكسي شوفوا بالامتحان مرة بالامتحان سوت نفس النقطة جبتها هاي نفسه بس هاي مساحتها كتبت على التوازي نفسه جبتها نفس الاختيارة أباكي تيكم نفسه بضبط هاي مساحتها بتاع التوالي وبغير مجامع أيضا غير مجموعة هم مساحة التوازي سوتها توالي جبتني اثنينات هاي زين عوفوا نفسه من هاي الجوة تعالوا لي فوق إذا صار ربط توازي يقول عند مقارنة فرق الجهود المتسعة الأولى والمتسعة الثانية شبيب التوازي فرق الجهود متساوي إذن سيكون الاختيار من وين هذا إذا سوتها شنوة توازي فانتبوا على اليمن على الربط وابح هاي سوتها شنوة توالي عادي مهتم لأنه ما مسساوي بالتوالي ويقول له لا إن أنا توالي ما مسساوي فقلنا فرق الجهود الأول أصغر طبعا اللي عليها الفتحة يعني هو الأكبر شوف الله أكبر شوف الله علي الفتحة إذن هو الأكبر صح؟ فأي واحد علي الفتحة إذن هو شنوة أكبر هذا هذا علي الفتحة إذن هذا أكبر وهذا أصغر إذن فرق الجهود الأول أصغر من الثاني إذن الاختيار البي فرق الجهود الأول أصغر من الثاني زين بس بالامتحان سوت آني لا مشلت التوالي شلت شنو التوالي تحطيت توازي ها بالامتحان سوته لهم ويقول له لا فشنو صار عندنا يا اختيار اختيار جيني فلا تحفظون افتهموا واضح؟ هنالا شنو عندنا شلت التوازي شليد التوازي تحطي التوالي شبيه الشحنة الشحنات بالتوالي شبيهة مستاوية إذن صار الاختيار من نوع D هو ايش عن الاختيار إذن على حلنا Q1 أكبر من Q2 أكبر من Q3 اختيار جين واضح؟ الالثالف بس من غيرت صار الاختيار D واضح؟ صار عندنا الاختيار اللي هو الاختيار D هاي الاختيارات خلصت لهنا أنا عشر اختيارات عندنا إن شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون الفنيش ونفص الأول واضح؟ المحاضرة القادمة راح نشرح بيها باقي الأسئلة اللي عفناها يعني يعني نشرح بيها نشرح بيها باقي الأسئلة هاي سؤال ثاني ولا آخرين واضح؟ زين طبعا هاي المحاضرة الجاية إن شاء الله كل الأسئلة من الفصل هي عبارة عن مراجعة للفصل بس خلوا ببالكم أغلب الأسئلة الكلاميات مو كلها ولكن خلنقول يعني خلنقول ستين بالمئة من الكلاميات اللي تيجي بالوزارة تيجي من أسئلة الفصل فأسئلة الفصل كلش مهمة جدا 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 مهمة فوق متصورون مهمة فاعتنوا بأسئلة الفصل وانا كل شاحب لأسئلة الفصل بالامتحان الله تشاهد كل شاحب واضح؟ فهي الباقي يعني الأسئلة إن شاء الله رحلهم على المحاضرة القادمة يلا باي باي